قال قاسم الكسادي القيادي في حزب المؤتمر الشعبي إن ميليشيا الحوثي لا تتورع عن قتل شركائها ومستعدة للتضحية بالشعب اليمني كله وأضاف الكسادي الذي كان يشغل سابقا نائب رئيس المجلس السياسي في صنعاء أضاف أن حركة الحوثي لا تقبل بالشراكة وتريد التفرد بالحكم الحوثي وأعوانه هم عبارة عن حركة طائفية عنصرية تقتل شركائها وتضحي بالشعب اليمني كله من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها كنت ألاحظ الحركة الحوثية وهي تسعى إلى أدلقية الشعب فلم يسلم منهم حتى المناهج الدراسية التي يحاولوا أن يلطقوها بالطائفية والعنصرية منذ أن قتلوا الزعيم الشهيد رحمه الله وهم يقومون بأعمال تعسفية وقتل واعتقالات واقتحام للبيوت في داخل صنعاء بشكل يندى له الجبين ولم أكن أتوقع أن يصلوا إلى هذه الدرجة من العنف والاضطهاد وصلت مساعدات إغاثية وإنسانية ترجمة نانسي قنقر